أنا بس عايز عشان أفشا بيتعرض لراغي كتير أي وده بيزود الحرك بتاعه يعني مش بيدينه فرصة أن يتعامل علينا الموضوع طبيعي أي وكأنه يتعرض لظلم أو اضطهاد أنا بس عايز أذكر أفشا نفسه السنة اللي فاتت لما كان فيه موقف غاضب منه وأحرز هدفا وأخضب الجماهير هو نفسه أدرك أنه لا الموضوع ما يمشيش كده أي فصالح الجماهير فاستوعباته فانطلق أي يا أفشا أنت مؤكد مؤكد الراجل عايز يشوفك في فورما معين عشان متدخر لك دور وقد يكون قريبا أهم حاجة أنك أنت لو جت لك الفرصة تبقى عند حسن التوقع طبعا وساعتها كل اللي فدعه أنت مش هتفكر فيه أس أنت بقيت نجمة خلاص أنت مش جاي تثبت نفسك أي فأعرف أن دي مراحل هتتعرض لها أنت وغيرك مهما كان حجمك كلعيب أي مين أحسن اللعيب في تاريخ الناس بتشارع كابتن محمود الخطيب مر ببعض الظروف دي أي ولكن لما النادي لجأ له يا راجل ده ماتش الكاس قاعد احتياته ونزل في آخر عشرة دي بتاع أربعة اثنين ثمانين وسبعين ها هو هو طهر الشيك ها ألبوا الدنيا ألبوا في ربع ساعة خلاصوا الليلة واخد بالك مغلوبين اثنين واحد نكسب أربعة اثنين ثلاثتاشر دقيقة اه ثلاثتاشر دقيقة ها هو ده تأثير اللعيب الكبير ما هيش محتاجة ندي فرصة لحد يرغي ولا ندي ودنة للناس ترغي فيها أو تودود لنا فيها أو تشغل لنا دماغها لأن انت ما تشعر في اللعيب وهو مراح بيجي له مكالمات من مين ومن مين ومين اللي بعضها عامل ان هو قلبه عليه واللي بعضها عامل انه صاحبه لا وحيانا فيه سمه في العسل أكتر واحد عايز يشوفك وانت في أحسن فرما ليك وأنجح حالة ليك المدرب وجماهير الآلي مؤكد وجماهير الآلي بما فيهم الأعضاء طبعا يعني والمسؤولين ما كلنا جماهير اي فأنت خلينا مش قفشة بقى كل لعبت الآلي فطرة جاية خلي بالكم من الجيم ده ناس هتوضوض لكم كتير ودايما حيفكروا مين ما بيلعبش لو قفشة لعب حيقولك فين إمام عشور لو إمام عشور مش عارف ايه حيقولك فين فين السلية وسلية ما كان فات بالظروف دي يعني دائما حيبقى فيه واحد يقولك فين فلان ودي مسألة بديهية يعني المهم فلان لما ينزل يبقى كده زي محمود متولي يبقى زي رامي ربيعة جه كامل الراجل وحاجة يعني بنسبة نجاح فوق ال5% لما اربعة خمسة اللي جنب من بعيد وبقى مأساسيين بقوة وهو عمر ما هو كان ماركون ونزل قد أداء طيب جدا يعني وكريم فواد نفس الشيء الناس لازم تصبر ولازم تصق إن الأجهزة الفنية مش هتشتغل بالطريقة البلدي الحب والكره والكلام ده لأ وحيانا أحيانا وده اللي كان مانو الجوسي تبديلك وبيزعل منه بحكيها مش بيزعل يعني يقول لي يعني تلاتة كل شوية تقولها كابتن إسلام الشاطر أول ما جي النادي اللي قال ما بيلعبش كان بيزعل خد له كذا ماتش وبعدين جي ماتش اللي قال ويزا مالك قال الراجل حتى مش تاهمني في حالي ده خلي يقول لي أنت لأني قاعد عامل كده مش موجود في قابل ماتش اللي قال وزا مالك قاعد ندعي فقط اللبس قال لي أنت زعلان أجبلك مش عارف إيه قال لي ما يسيبني في حالي قلت له مبروك قال لي قلت له مبروك وداخل يقول لك كلمة مستفزة بيه الظهر يعني فكر فيك داخل بص عليك قاعد يقول لك يلا بقى فوق بقى ما تعمل ليش زعلان ولعب كابتن اسلام ما تركنش بعديها ما تركنش هو دي أنك أنت تبقى اللعيب اللي عارف قدراتك وعند الاحتياج إليك المداري بيقول لك آسف هو من نفسه وده اللي الكولر بيقوله اتمرن كويس قوي ونفذ المطلوب هتاخد فرصتك كم حتى ما أنت هتقعد تقول إيه ما أنا بنافذ المطلوب أنت بتنافذ المطلوب وزميلك بنافذ المطلوب فياخد الأنسب للمباراة أيوه أيوه أو أنت متدخرك لحاجة تانية ما أنا 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 ليه كنت عريس قولك فيه بعد مش تمالي الأنسب للمباراة وبس أنا عايز مثلا هو التراجع عمل إيه؟ أما لعب الاحتياج بيعمل إيه؟ بيعمل اللي بيعمله كولر بس بشكل جزري فرق رياحة ولعب الاحتياج عم خرج من الكاس أنت كولر بيعملها بالتدريج بياخد أربعة خمسة كله ماتش غيره ويديهم أوقات من المبرامج يعني يعني مش بيغير في صلب الفريق كتير لا بالدخول والخروج وكده بصرف النظر إحنا في النهاية والله إذا لم نكن على قلب رجل واحد وبنفرح للفريق ويهمنا الفريق محد حينجع محدش حيتشاور له وقول له أنت السبب أيوة أنت ربنا رزق بالجون بس اللي خلانا كسبنا الماتش عشان ناسي بتكر الجون منظومة دفاعية حافظت على المكسب ده اللي ادع لك السرو باس لما ربنا ولذلك الكابتن حسن حمدي لما عمل اللايحة بتاعة الرجل المباراة والجوائز أفضل لاعب وبتاعة كان فيه جواز مالية قال لهم محدش حاخد الجايزة لنافسه حتى تحط في صندوق اللاعبين كان عام بصندوق بيجازي من غرامات اللاعب المخالفات والغرامات والتأخير والخصومات زائد البونس اللي بيجي من حاجات زي أفضل لاعب والحاجات دي في المباراة بتدي لك إحساس أنك أي وقت دي أنت كسبت الجايزة بس بمساعدة الفريق الفلوس هتتحطله وحاتس وانت النهاردة انت حطيت بكرة هتاخد من واحد تاني الفلوس هيحطها هو برضو بتعمل الجماعية أستاذ إبراهيم الحاجات دي طبعا روح الفريق ما تنسوش يا شبابنا أنتوا على وشك دخول تاريخ فكروا في كده ييجي بقى التاريخ ده عن يعني أستاذ إبراهيم المينيسي لو الناس قالت كده في ملك وكتابة ده أحسن برنامج عشان أداء إبراهيم المينيسي مش هنبسط أنا عايزي برنامج بأحسن برنامج هو الأحسن بيك بشوانتس لا يعني بصارت في النظر مالي شوك أشكرك وأحسن بي نحن الابنين بس يلا نتمرأ لكن هو ده اللي عايز أقوله هاي مني إيه إنه يتقال إن البرنامج ده مسمع ومؤثر بقى ده راقي جدا مش هغير مني وكل هتغير مني لأن إنت الحلقة دي وإنت قلت حاجات تفجون أنا الحلقة بعدها رديت عليه وهكذا موسيقى موسيقى موسيقى